شايف بقى مباراة النهائي الزاوئل يعني انت اللي ما تيجي تتفرج على فريق كايزر تشيفز تحس ان فريق كايزر تشيفز ده فريق كويس جيت يعني بيلعب بطريقة قد تبدو دفاعية او هي دفاعية بالفعل بيقفل في نص ملعبه على طول اكسام طويلة سرعات كبيرة اكسام جمدة وفي نفس الوقت بيلعب على الهجمة المرتدة بيلعب على الرأس حربة طويلة اللي هو بيعملوله كله كورة طويلة وبيحط بدماغ فريق بيلعب بالروح وبطموح مع كل طبعا اللي انت ذكرته اسلام كأداء فني وتمركز دفاعي وكسافة دفاعية وشراثة دفاعية وتراجع للتلت الأخير في ملعبه بيقفل كل المنافذ للوصول لمرمى مع احتفاظه وامتلاكه لحارسي مرمى اسلام ممتازين حارس اللي لعب مباراة الزهاب في المغرب غير اللي لعب مباراة العودة في جنوب افريقيا فاثنين كويسين جدا ويمتلك دفاع أطوال عالية جدا مش هينفع نلعب معهم الكرات الطويلة الكرات البينية حتى اللعب على الأطراف بيقفلوا الأطراف بشكل كويس جدا مع امتلاك رأس حربة اللعب السربي اللي موجود عندهم اللي سجل الهدف في خلال 180 دقيقة فريق الوداد مسيطر على المباراة تماما يا اسلام في المباراتين مسيطر وبيخلق فرص ولكن في الحسم مش موجود مفيش خطورة فعلية بيوصل أو يشتغل على الأطراف وإنما مفيش خطورة فعلية الخطورة كانت غايبة في المقابل هو كايزر تشيفس خلق فرصتين في المباراتين 180 دقيقة سجل واحدة وضيع التانية كانت ممكن تكون هدف 100% ففريق عنده حتة الروح موجودة الغياب الأفريقي الفترة اللي فاتت غايب بقاله فترة طويلة بيلعب بأسلوب واضح وسهل وصريح ثم أنه هو الأقل حظا في الترشيح للفوز لما تحطه أصد النادر أهلي نادر أهلي هو البطل سويا كانت الأقل حظة في كل الدرق ده اللي خوفك أن اللاعبة بتبقى داخلة لعابة الفرق المنافسة بتبقى داخلة بثقة الفوز بثقة الانتصار النادر أهلي مش كده ولعبته مش كده ولعبته بتبقى تصميمها وتركيزها مختلف وخاصة في اللحظات الحاسمة في اللحظات الحاسمة اللي هي فيها حسم اللقب أو حسم فتورة بتلاقي التركيز في أعلى مستوياته والحمد لله على مدار التاريخ نادراً لما وصلنا لمباراة نهائية وما بنلاقيش التركيز ده موجود يعني